نجدر نعمل والوقت يبقى فينا عزمه أمل فينا نرسلها مالينا وإنها لها الهدى والإصرار والأحلام بيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعقبة المتقين والعدوانا إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسواتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل العربي القراشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل محب أحمد أغلى من محباتنا لنفسنا بدمانا قد فديناه هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه له الشفاعة دون الرسل قاطبة فبالشفاعة رب العرش أرضاه يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاة يا رب صل على الذي رد الحياة إلى الحياة اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهده واستنى بسنته وقتف أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد حياكم الله جميعا أيها المشهدون الكرام بياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهمة من برنامجكم مع الشباب حلقة تحت عنوان شيك على بياض شيك على بياض بيننا وبين الله تبارك وتعالى تجارة وهذه التجارة ما فيها خسارة هذه التجارة أرباعها مضاعفة إلى عشرة إلى مئة إلى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ويقول سبحانه جل في علاه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور أي لا تعرف الخسارة أبدا تخيل لو أني في رجل غني من يردير قال لك أن أكتب لك شيك على بياض بتكون متطمن ويطرح يكتب أنه مبلغ رجل من يردير فما بالك بالذي وعدك هو الله تبارك وتعالى والذي وعدك هو رسول الله صلى الله عليه وسلامه عليه القيمة مش محددة الرصيد مش محدد المبالغ ضخمة والأجور كبيرة أعمال يسيرة وسهلة يستطيع كل واحد مننا أن يقوم بها وأن يفعلها والأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى قل لي بالله عليك على سبيل المثال حيأخذ منك إيه وقت وجهدي لما تقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطاهرين يقول النبي عليه السلام إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء إيه الوقت وإيه الجهد إلا هيتغ منك لما تقول تلكم العبارة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطاهرين شوف النبي عليه السلام لما يخبرنا عن أن الدنيا لأربعة نفر وذكر من بينهم عليه السلام عبد رزقه الله تبارك وتعالى مالا وعلما فهو يعرف لله عز وجل فيه حقه ويتق الله ويصل فيه رحمه ويعرف الله عز وجل فيه حقه فهذا بأفضل المنازل عند الله تبارك وتعالى ومن بين هؤلاء النفر كما أخبر النبي عليه السلام عبد رزقه الله تبارك وتعالى علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لو أن لي مالا لا عملت بعمل فلان لو معي فلوس لا كنت بعمل مثل فلان هذا الغني لا بنيت المساجد جعلت الرواتب لحفظ الكرآن الكريم جعلت الرواتب شهرية للفقراء والمساكين واليتامة فهما في الأجر سواء كما أخبر النبي عليه السلام هما في الأصل سواء ولكن المضاعفة لا من قام الفاعل يمتاز بميزة عمن حسنت نيته الشاهد بالنية الحسنة تستطيع أن تحصل على الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى شوف النبي عليه السلام لما قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا سلقتم وادنا أو شعبا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله فقالوا وهم بالمدينة حبسهم العذر شوف النبي عليه السلام يقول لك من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما يتقدم من ذنبه عمل يسير جدا وسهل جدا يقول لي بالله عليك كلمة أمين تاخد منك أدئيه مش تاخد منك أظن ثانيتين ثلاثة تقول كلمة أمين في الصلاة خلف الإمام ويقول النبي عليه السلام من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما يتقدم من ذنبه فنتكلم النهاردة عن شيك على بياض أعمال يسيرة يستطيع الواحد منه أن يكون بها والأجر كبير وعظيم عند الله تبارك وتعالى الصراحة لم أجد أنسب من يحدثنا عن هذا الموضوع عن شيك على بياض أنسب من شيخنا الحبيب الغالي صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز من أرق الناس أفئدة وله مكان خاص في قلبي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى أحسبه من الصادقين المخلصين المخلصين ولو زكيه على الله حينما تستمع إلى أسلوبه الدعوي تشم من كلامه رائحة الإخلاص فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به البلاد والعباد أرحب بشيخنا الحبيب الغالي الداعي يا شاب صاحب الأسلوب والسلام بالطيب وصاحب الوجه الوضاء الشيخ الكريم عنه سألتنا شيخ كريم أياكم الله بياكم ربنا يبارف فيكم وإحفاظكم وأشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن جمعنا بيادي الحب في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الشيخ كريم بنتكلم النهاردة عن شيك على بياض زي ما قلت من شوية وقلت لو أني في رجل غني مليار دي قال لي لكو واحد مننا هكتب لك شيك على بياض فواحد مننا بيكون بنت طمن بس سيطرة هكتب أجر قد إيه مبلغ قد إيه فما بالنا والذي وعدنا هو الله تبارك وتعالى والذي وعدنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عز وجل في البداية نعرف المشاهدين بأيواني حلقة ليه اخترنا النهاردة شيك على بياض نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فابتداء سعيد جدا أن أنا مع أحد ربك دكتور وأنا أحبك كذلك في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على الخير وضع شيك على بياض بنقول يا شباب ويا إخوة إن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا أعمال يسيرة جدا تناسب كل المستويات تناسب كل الفئات تناسب كل المراحل العمرية ومع ذلك الأجور فوق ما تتخيل الأجور عظيمة جدا فلذلك زي ما حضرتك قلت لو في رجل ملياردير وقال لي أنا همضي لك شيك على بياض فأنا متطمن هاخد إلا أنا عاوزه فلذلك دي أجور عظيمة جدا بس أهم حاجة عاوزينا دكتور نقول قصة كده وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فضيفه رجل أعربي هنيئا لهذا الأعربي يضيف النبي صلى الله عليه وسلم ده فاز بالأجور العظيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه لو قدم الرجل إليه معروفا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليه هذا الجميل ويكافئه بهذا المعروف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أعربي إذا ما نزلت المدينة فأتنا لما تيجي المدينة على لأضيفك مرت الأيام والأعربي فات على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الأعربي قاعد والصحابة قاعدين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني يا أعربي نفسك فيه أنا النهاردة بقول لي إخواني الشباب لو النبي قال لك النهاردة سالني تقول له إيه تقول له إيه فالأعرابي قال يا رسول الله إبلا أركبها وأعنزا أحلبها النبي يقول لك نفسك في إيه تقول له نفسي في إبل إبلا أركبها وأعنزا أحلبها فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أيعجز الواحد منكم أن يكونك عجوز بني إسرائيل تمش عارفين تبقوا زي المرأة العجوز اللي كانت في بني إسرائيل الصحابة قالوا لي يا رسول الله ومن عجوز بني إسرائيل فقال صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام لما جاء ليخرج من مصر إلى بيت المقدس بينما هو يمشي مع بني إسرائيل إذ أظلم عليهم الطريق فموسى بيسأل بني إسرائيل إيه سبب ظلمة الطريق فقالوا يا نبي الله إن يوسف عليه السلام دفن بمصر وقد أوصى قبل موته أنهم لو جاءوا ليخرجوا من مصر إلى بيت المقدس أن يحملوا جسد يوسف معهم ليدفنوه في بيت المقدس في الأرض المقدسة لذلك أظلم علينا الطريق فقال موسى ومن يعرف قبر نبي الله يوسف قالوا ما يعرفه منا إلا عجوز هنعوزين نعقد مقرنة بين الأعراب اللي النبي بيقول له سلني وبين المرأة العجوز اللي هتيجي لسيدنا موسى فجئت المرأة العجوز فقال لها أين قبر نبي الله يوسف قالت لن أقول لك حتى تعطيني حكمي حتى تعطيني سؤلي اديني اللي أنا أطلبه وأنا أقول لك قبر يوسف فين فقال سلي أطلبي لك ما سألتي فقالت أن أكون معك في الجنة شوف الهمة العالية دي بتقول لنها أقول لك بس طلب إن أنا أبقى معك في الجنة فأوحى الله تعالى إليه يا موسى أعطيها حكمها اديها لقول لها أن ربنا سبحانه وتعالى هي حقق لها اللي هي عوزها شوف الشيك اللي على بيضة شوف الأجر العالي ده فقال أنت معي في الجنة فدلته على قبر نبي الله يوسف فذهب وحمل موسى جسد يوسف فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فأنار عليهم الطريق بعدما كان مظلمة النبي صلى الله عليه وسلم على الباب بتاعه وائف غلام صغير اسمه ربيع بن كعب الأسلامي غلام صغير بيقدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم يقوم على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في شرف أحسن من كده في أفضل من كده في هذه الدنيا أن يكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد يوم النبينا أن يكافئه سألني يا ربيع قال سألني يا ربيع تحرف يا دكتور ربيع غلام زكي في بعض الروايات قال يا رسول الله أجلني للغد سيب ده أنا أطلب من النبي سيبني البكرة سيب نفكر سيب نعمل خطة عمل فلما كان الغد قال يا ربيعة ألا تسألني بش هتقول لي نفسك في إيه قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة شوف المقارنة بين هادئة الأول وهذا الحديث نعم نفسه بأمعاك فقال يا ربيعة إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى شيك على بياض يقدمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلب اللي أنت عاوزه عندك دعاء مستجاب دعاء مستجاب في السجود شيك على بياض دعاء مستجاب قبل التسليم بعد التشاهد وقبل التسليم شيك على بياض بعد التسليم شيك على بياض نعم في الثلث الأخير من الليل بين الأدن والإقامة آخر ساعة في يوم الجمعة أطلب اللي أنت عاوزه أنت تتعامل مع رب كريم خزائنه ملأ يده ملأ سحاء ينفق الليلة والنهار سبحانه وتعالى أقول لك يا دكتور تعرف العبد لو رفع إيده والربنا كده وقال يا رب يا رب تدري ما الذي يحدث رب العالمين يستحي من هذا العبد إذا رفع الرجل يديه إلى الله سبحانه وتعالى فربنا حيي كريم سبحانه وتعالى شيك على بياض نقدمه لإخواننا في هذه الأيام في أعمال يسيرة لها أجور كبيرة عظيمة أي حد غني لو كتبت لنا لها كتب لكم شيك على بياض أكيد للشروط نعم طب ما هي شروط أو لوازم الشيك اللي متحدث عنه النهاردة أول حاجة يا دكتور الإخلاص لازم تكون مخلص وإنت تمضى على الشيك ده أو وإنت موافق على إمضة الشيك ده لازم تكون النية هنا خالصة لله سبحانه وتعالى تعرف فيك رجل جل النبس عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله أرأيت الرجل خرج ليجاهد يلتمس الأجر والذكر عاوز الأجر من ربنا آه بس عاوز يذكر بين الناس فقال صلى الله عليه وسلم ليس له شيء الرجل أحد يسؤال مرة كمان ومرة تلتة فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء له إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة حنفاء أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى بأول شرط في الشيك ده إن أن تكون مخلص الشرط الثاني أن تكون صادقا صادق مع ربك سبحانه وتعالى في يوم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وزع الغنائم فكل صحابي خرج له حقه رزقه نصيبه فجاء رجل بغنيمته بين يديه ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما هذا إيه ده قال هذا حقك ده اللي طلع لك قال ما على هذا تبعتك أنا ما دخلتش في الدين وخرجت معاك عشان الحاجة دي قال إذن فعلى ما تبعتني الراجل ده أعمل كده دكتور وقال يا رسول الله تبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا فأسقط شهيدا فأدخل الجنة تعرف النبي قال له إيه قال إن تصدق الله يصدق ده بينك وبين ربنا بعدما بدأت الغزوة يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء فإذا به يرى رجلا همي باستهم منها هنا وخرج منها هنا فقال أهو هو هو ده اللي جالي قالوا نعم يا رسول الله قال الله أكبر صدق الله فصدقه أصدق مع ربنا أن أنت نفسك تحافظ على صلاة الجماعة أصدق من قلبك ربنا هي عينك أصدق مع ربنا أن أنت نفسك تحافظ على صلاة الفجر ربنا هي عينك أصدق مع ربنا أن أنت نفسك تتصدق ولو بالقليل ربنا هي عينك هي دي النية الحسن اللي كلمنا عنه وذكرنا في الحديث نعم رجلا أزاقه الله وعلمنا ونوذكره مالا نعم فيقول لو أنا لي مالا اللي عملت بعمله فلان بنيته بنيته فهما في الأجر سواء أنت متخيل يعني لو أنا مشيت النهاردة من قدام مسجد مثلا وقلت والله لو ربنا من علي إن شاء الله ابن مسجد يكتب لك إن كانت النية صادقة أنك بنيت مسجدا تت متخيل فأحنا بنقول للشباب يلزمك صدق النية أصدق مع ربنا نفسك تغض بصرك ربنا سبحانه وتعالى يعينك أصدق مع ربنا أن أنت نفسك تحافظ على الأعمال اليسيرة التي لها أجور كبيرة عظيمة لذلك يا دكتور إحنا أمتنا أم كصيرة العمر أعمار أمتي ما بين 60 و 70 وقليل من يتجاوز ذلك طيب إيه بقى للحاجات اللي ربنا ادهلنا الحاجات دي حاجات كبيرة جدا حتى تقف يوم القيامة تضاهي هؤلاء الذين كانوا في الأمم السابقة طيب عوزيني يعرف إيه الضمانات اللي تضمنيه نحصل على هذا الرصيد يعني مثلا حد لو غني بيكتب شيك على البيض فأكد نقوله طب إيه الضمان ممكن عمل لك ده الشرطة اللي نتعويزها والأعمال اللي نتعويزها وفي آخر ممكن محصلش على المبلغ الضمانات يتضمنيه نحصل على هذا الرصيد هناك ضمانات دنيوية وضمانات أخروية أنت متخيل الشيك الدنيوي لك ضمان دنيوي أنت بتوافق على الشيك ده وبتاخد الرصيد خلاص إنما الشيكات اللي على بياض التي أنت تتعبد بها لله سبحانه وتعالى تقدمها لهذا الدين لك ضمانات دنيوية وضمانات أخروية لكن أنا عاوز في البداية أقول لبعض الشباب على بعض الأعمال اليسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي يا دكتور بيقول من صلى لله اثنتين عشرة ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة بان الله له بيتاً في الجنة قول لي صليهم امتى اثنين قبل الفجر اربع قبل الظهر واثنين بعده أو حسب ما تستريح اثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء اثنين ركعة من غير الفريضة يبنى لك بيت في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بيقول أنا زعيم الزعيم هو الضامن ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم يعني أنا ضامن بيقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمين يا رسول الله تضمنوا المين قال لمن ترك المراء وإن كان محق الجدال الجدال بقى بغير حق وكثرة الكلام وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمين يا رسول الله قال لمن ترك الكذب وإن كان مازحا لذلك النفس عليه الصلاة والسلام كان يمزح لكن لا يقول إلا صدقه صلى الله عليه وسلم قال وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُ نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأخلاق شباب المسلمين دي ضمانات لك ضمان في التوبة معقول ضمان في التوبة مهما عملت مهما فعلت مهما أجرمت مهما عصيت تابه بعدين إن تبت إلى الله بصدق تاب الله تعالى عليك معقول بعدين أنا عملت بعدين أنت عملت ده الرجل قتل مئة نفس وتاب الله تعالى عليه ده الرجل جمع أولاده قبل أن يموت وأوصاهم تم تخيل بيوصون بها دكتور بيقول لهم إذا أنا ميت فحركوني حتى إذا صرت فحما فسحكوني وفي يوم ريح عاصف فذروني ارموني في أي حتة كل ده نعمله أيوة إذا أنا ميت فحركوني حتى إذا صرت فحما فسحكوني وفي يوم ريح عاصف فذرني وفي الأرض فذر نصف في البر ونصف في البحر فلئن قدر علي ربي أنت متخيل كمان لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين النبس عليه الصلاة والسلام يقول فلما كان يومه أمر الله البر فجمع ما فيه وأمر الله البحر فجمع ما فيه ثم قال له كن فإذا هو رجل قائم بين يديه سبحانه قال الله له ما حملك على ذلك إلا خلاك تعمل كده قال ما خافتك يا رب خشيتك يا رب كنت خائف تعفى النبي بيقول لها دكتور بيقول فغفر الله له وأدخله الجن لكن هذا لا يفتح باب الجرء على الله سبحانه وتعالى إنما يفتح باب الرجاء في الله والخوف منه جل في الله المرأة البغي وظيفتها الفحشة ولياذ الله ومع ذلك سقط كلبا فشكر الله فغفر لها وتابع عليها وأدخله نعم ولما نزل الرجل في البئر ووجد الكلب أعزكم الله قال أصابه مثل الذي أصابني فنزل وملأ خفه فشكر الله تعالى له أو فشكر الله له فأدخله الجن تمام أعمال يسيرة لها أجور كبيرة عظيمة صحيح نضرب بعضا من تلك المسالة الكريمة نعم عن تلك الملأعمال سواء كان أقوال أو أفعال أولا دكتور إحنا عاوزين بس ننقل حديثا كدوسيا يرويه نبينا عن رب العزة سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال أذنب عبدي ذنبا نعم نحن كلنا العبد ده نعم نحن الصحيح أيضا نعم فالعبد ده بعدما أذنب تاب فقال يا ربي أغفر لي فقال ربي أغفر لي فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الزنب ويأخذ بالذنب غفرت العب فعاد العبد فأذنب تاني ما هو عبد فقال ربي أغفر لي فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الزنب ويأخذ بالذنب غفرت العب المرة تلت أذنب كمان تدري ماذا قال الله تعالى له قال أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الزنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له أكرر تاني أنه لا يجوز لك إذا سمعت هذه الأحاديث أن تتجرأ على الله إنما هذه الأحاديث تفتح لك باب الرجاء في الله والشوق إليه سبحانه وتعالى بعض من تلك الأعمال سواء كولية أو فعلية نعم هذه الأعمال كثيرة جدا دكتور أعوز أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من تاب من الذنوب فكأنه لا ذنب له والله سبحانه وتعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات لكن أنا أعوز أقول له دكتور في وسط الأعمال ده لازم تقطع كل ما يقطعك عن الله سبحانه وتعالى تتخلى عنه تضحي به تتعرف لما معلش نذكر أمثلة من سلافين الصالح الصحابة الصحابة اسمه أبو يحيى اسمه صهيب الرومي الصحابة ده كان فقير وبعدين لما قعد في مكة ربنا أغنى وكان بيشتغل في الرماح والسيوف وربنا أغنى جدا فلما جاء ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اعترضه المشركون قالوا له أتيتنا صعلوكا فقيرا وتريد أن تخرج هكذا لا مش هنسيبك قال لهم طيب انتوا عاوزين مني ايه قالوا له عاوزين الفلوس بتاعتك احنا عزين الفلوس فدلهم على مكان ماله ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل آخر خرج من مكة إلى المدينة وبينما هو في وسط الطريق أحس بدنو أجله أحس أنه سيموت فضرب هذا الرجل كفا بكف فلما ضرب الكف الأولى قال اللهم إن هذه بيعة لك وهذه بيعة لنبيك ومات الرجل فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجبه على الله أمثلة كثيرة جدا لأنهم يريدون أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليطبقوا هذه السنن ويقوموا بهذه الأفعال أعمال قليلة جدا وتجد شخي حريم تجد أن بعض تلك الأعمال التي تكافى الله عز وجل بأجرها تكافى الله عز وجل بأجرها تجد أنها أحيانا تكون صعبة وشاقة على النفوس أضر لك المثال ومن يهاجر في سبيلها يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يأخذ من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله أمر شاقة على النفس أيضا العفو وهذا أمر يعني مشاهد على أرض الواقع فمن عفى وأصلح فأجره وعلا يمكن بيجينا أسئلة كثيرة ناس كثير بيكون على خلاف مع عديم في مرة أم فضيكة بتحكي وبتقول إن هي على خلاف مع أختها ومش عارفة تعافو عنها مش عارفة بحاول تقول بتحاول أصف قلب بس مش عارفة جدا كثير من الشباب وكثير من الناس فيهم بالشيء من هذا الأمر يكون بينه وبين أخي مثلا المسلم خصومة أو أمر ما ويقولك بحاول أصف قلبه مش عارف بحاول عفو عنه مش عارف إنه أسئلية كثير نعم فلو عرف الأجر صحيح لهان عليه العمل نعم يعني من عرف الأجر لهان عليه هذا العمل سيكون يصيرا نعم والله سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب أنت متخيل إن الواحد يصبر يصبر على يا دكتور يصبر على الطاعة نعم نعم الطاعة تحتاج إلى صبر يصبر عن المعصية المعصية تحتاج إلى صبر ويصبر إن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشيء يصبر انظر إلى نبي الله أيوب لما صبر فضل سيدنا أيوب في البلاء 18 سنة فقد أولاده فقد أصحابه فقد أمواله ومع ذلك قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الرحمين فاستجبنا له أنت متخيل ربنا سبحانه وتعالى استجاب لأيوب بل وقال له اركض برجلك اضرب الأرض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب فأكرمه الله سبحانه وتعالى كان مؤدبا وصبورا على هذا الابتلاء ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتلي صبر وعلم الصحابة ذلك صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه الحسن بصر رحمه الله يقول يعني من نفسك في دينك فنفس ومن نفسك في دنياك فألقيها في النحر والله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون عاوزونا ندخل منافسة يعني نقول هيا لمنافسة زي ما بنشوف كثير من الناس نفسه بعض في أمور الدنيا أي منافسة في أمور الدين نعم أي منافسة في تلك الأعمال اليسيرة التي سهل على كل واحد مننا أن يقوم بها جميل جدا هلوك نحن عوزونا نشوف الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها نعم انظر في أمور الخير قال وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُهَا الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ قال سابقوا قال ففروا إلى الله قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين الصحابة رب فيهم روح المنافسة يعني يا دكتور النبي صلى الله عليه وسلم وسط الصحابة كالقمر تحيط به النجوم صلى الله عليه وسلم ويقول لهم من أصبح منكم اليوم صائمة قال أبو بكر أنا يا رسول الله طبعا مسأل سؤالتين من عاد منكم اليوم مريضة قال أبو بكر أنا يا رسول الله من أطعم منكم اليوم مسكينة قال أبو بكر أنا يا رسول الله من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا يا رسول الله حاجة جميلة جدا في اليوم مسهلة أن تتعملها تتخيل تصبح صائم تطعم مسكينا ولو تمره تعود مريضا وتتبع جنازة قال صلى الله عليه وسلم مجتمعنا في مرئين إلا ودخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤف ويقول من يحفر بئر روما وله الجنة عثمان يقول له أنا يا رسول الله نداء للأغنياء سارع في هذه الخيرات النبي صلى الله عليه وسلم يؤف مرة كمان ويقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة قال عثمان أنا يا رسول الله فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يوما بالصدقة يروح عمر بقى البيت رضي الله عنه يقول إن النهار دا لازم أسبأ أبو بكر الصديق أنا النهار دا لازم أبقى الأول تمتخيل شوف روح المنافسة فذهب عمر فأتى بنصف ماله ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر وماذا أبقيت لأهليه قال مثله يا رسول الله نص التاني أبو بكر الصديق حد يقدر يسبقه ما ينفعش حد يسبقه فأتى بماله كله ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم نبس على سلم دي إيه أبو بكر دي فلوسه كله قال وماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله يخلص جيل الصحابة يجي جيل التابعين فيه واحد فيه اسمه أبو مسلم الخولاني نداء للشباب نداء للناس اللي لسه بعافية نسأل الله تعالى أن يرزقنا العافية أبو مسلم الخولاني يقف يصلي بالليل تمام ويضرب رجليه ويقول كومي كومي فوالله لنزاحمن أصحاب محمد على حوض محمده يا سلام ليعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجاله النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيهم روح منافسة لذلك منافسة التي نريدها وليست منافسة التي تولد الغيرة والحق لا أبدا المنافسة في أمور أمور الدين منافسة شريفة منافسة جميلة إزاي أنافسة دكتور إن أنا أقول صحب دا بيصلي في جماعة ليه أنا ما صليش في جماعة صحب دا محافظ على صلاة الفجر ليه أنا ما حافظ صحب دا ماشي مع رفقة صالحة ليه أنا ما عملش كده ما قلش إن صحب دا معنا فلوس واشمعنا غير مش فلوس لا واش صحب دا عنده ولاد وانا ربا ما رزانش في ولاد نعم لأن الحسن وتعلق بالله سبحانه وتعالى أحد المشايخ ربنا يبارك فيهم بيحكي قصة شاب من المنصورة قصة جميلة جدا يا دكتور بيقول إن الشاب ده شغل رجل أعمال لكن لم يرزقه ربنا بأولاد بس الشاب زعلان ففي يوم عمل اجتماع لرجال الأعمال فجي شاب رجل أعمال زميله معاه ابنه فالولد صغير قاعد يمشي ويطلع ويجري فالشاب اللي ربنا لم يرزقه بأولاد بيبص للولد فأبو الولد قال لي لرجل الأعمال ده قال له تعرف تجيب ولد زي ده الكلمة دي نزلت على الشاب اللي هو مفيش عنده أولاد شديدة جدا فامشة مش داري هو راح فان مهموم ساب الاجتماع وساب الملايين وساب السيارات وفض الماشي وكلمة الرجل دي ترن في دماغه تقدر تجيب ولد زي ده تعرف تجيب ولد زي ده لحد ما لأ نفسه تعب فرفع يديه إلى السماء وقال يا رب أنا ما أقدرش بس أنت تقدر سبحانه يا رب أنا ما أقدرش بس أنت تقدر وظل يلهج بها يا رب أنا ما أقدرش بس أنت تقدر ما كانت إلا أيام يسيرة وحملت زوجته ورزقه الله تعالى بأولاد اللي يجئي إلى الله سبحانه وتعالى لذلك احنا بنقول للشباب الدعاء الدعاء مقبول قولا واحدا لكن إما يعطيك ربك ما سألت وإما يصرف عنك شرا وابتلاء وإما يدخره لك حسنات يوم القيامة لذلك لنسارع في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لابد من حصول على هذا الرصيد وهذا الأجر التي تكفى الله عز وجل بيه لابد أن نقدم تضحيات عشان برضو نعرف الشباب ونعرف المسلمين والمسلمات أن هذا الطريق مش طريق ممهد بالورود والريحين وإنما طريق به شوكوا به عقابات كثيرة فلابد من تضحيات لحصول على هذا الأجر العظيم الذي تتكفى الله عز وجل بيه نعم إحنا بنقول يا دكتور إن من مشاكل بعض الشباب يقول أنا والله مشكلتي التليفون فإحنا نقول له ضحي بالتليفون مش مهم يكون معك تليفون لو دي مشكلتك مش مهم يكون معك تليفون زي ما قلنا إن الصحابة كانوا يضحون بأعز ما يملكون صحيح لأجل أن يصلوا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى الشاب اللي مشكلته في الرفقة السيئة يستبدلها برفقة صالح لابد أن تقدم التضحيات في هذه الدنيا أنت دكتور فكرك إن اللي هيقوم لصلي الفجر مش هيقدم تضحيات أبدا والله ده هيتخلى عن النوم اللي هيحافظ على صلاة الجماعة ده مش هيقدم تضحيات أبدا هيقدم تضحيات في هذه الدنيا فلذلك لذلك أنا بقول والله يا إخوة والله يا شباب من أهم عوامل السير إلى الله سبحانه وتعالى الرفقة الصالحة اللي احنا بننادي بها على طول لذلك الشعب يقول إن أخاك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذ ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك لابد أن تدخر وأن تضحي وأن يكون لك عمل صالح ينفعك في هذه الشدة لابد أن يكون لك رصيد في هذه الدنيا تتعرف يونس عليه السلام دكتور لما حبس في بطن الحوت كان له رصيد لذلك ربنا بيقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظلنا أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه فظلنا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا شباب بتقوله الدعاء ده ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة أخي يونس ما دعا بها أحد إلا واستجاب الله له قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك بمثل هذه الأعمال وكذلك ننجي المؤمنين الثلاثة الذين خرجوا من بيوتهم وآواهم المبيت في غار كل واحد فيهم قام يتوستل بعمل صالح الأول ببره بوالدي الثاني بتعففه عن الفاحشة رغم قدرته عليها والثالث أنه رد الأجير حقه ولو بعد حين فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون فلابد أن يكون لي عمل صالح أتوستل به إلى الله سبحانه وتعالى ليعينني ويفرج عني ما أنا فيه تمام هل موعد استلام الشيك على بيوت الذي وعلن الله عز وجل به هل في الآخرة في حسب ولا ممكن يكون الاستلام في الدنيا قبل الآخرة الاستلام في الدنيا قبل الآخرة فمن أوفى بما عاهد عليه ربه سبحانه وتعالى أحياه الله سبحانه وتعالى في الدنيا حياة طيبة يقنعه بكل ما أتى يرزقه القبول أما في الآخرة فالمقام طويل ده أنا عاوز بساة دكتور أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد مع الصحابة فبيقولهم إني لأعلموا آخرة من يدخل الجنة آخرة واحدة أنا عارفه مين ده يا رسول الله قال ده واحد هيخرج من النار وربنا يرفع له شجرة فالعبد يقول له يا رب قربني منها يقربه شجرة كمان يقربه شجرة ثالثة يقربه ويفتح له باب إلى الجنة العبد يبص يقول له يا رب تبدخلني الجنة فيقول له دخل الجنة العبد يدخل ويخرج ويقول له يا رب ما فيش مكان فيش مكان في الجنة عرضوها السماوات والأرض يقول له ما ليش مكان فيقول له عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ملك ملك من ملوك الدنيا دي فالعبد يقول له يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين يقول له لا أنا لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر يدخل الجنة ولك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله 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 في الخمسة يسرق العبد أمثال ذلك انتلك خمسين ولك عشرة أمثال ذلك موسى عليه السلام يقول له يا رب إذا كان هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة ما المين أول اللي يدخل يا رب جعلنا منهم يا رب والمشاهدين والمشاهدات يا رب من أول واحد يدخل قال يا موسى أولئك الذين أردت دادول حبيبي دول دادول أنا المصطفيهم غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فأعددت لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ببشر لا نيئس الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب مؤمنين دلاء نعم يا رب توبوا إلى الله توبة النصوح مهما عملتوا توبوا إلى الله توبة النصوح طب يا رب أجره عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تبهب أمام عمين يا رب يوم لا يخزن له النبي والذين أمنوا معه والذين أمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانه يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا رب أنا عملت زنوب كثير قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله لا يغفر يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لما يشاء نعم فإياك أن تيأس إياك أن تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى الشيطان ييجي للشباب يا دكتور فيقول له أنت ليك وش تتكلم ربنا ليك عين تدعى ربنا بعد اللي أنت عملته أيوة أيوة أدعو الله سبحانه وتعالى وألتجئ إليه سبحانه وتعالى فهو الكريم سبحانه وتعالى هو الكريم سبحانه وتعالى فلذلك قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صليحا فأولئك يبدل الله سيئاتي لحسناتك مع أنه من كرمي سبحانه ومن علي سبحانه إلا تاب العبد تاب الله عز وجل عليه وغفر له ويعمل بأكدي من كرمي يبدل سيئاتي لحسناتك قال الله سبحانه وتعالى هل ممكن يكون فيه إنسان عاقل أو شاب عاقل بعد كل هذا الرصيد وبعد كل هذه الأجور أنه يخسر كل شيء كسبه في التجارة مع الله يتوارك وتعالى دي آفة معلش يا دكتور محتاجين نتكلم فيها والله أن الشاب يحافظ على الطاعة ثم يهدم الطاعة يضيعها يضيعها في أول شيء يهدم الطاعة هي ضد الطاعة ليه المعصية هذه تأكل الحسنات الأمر الثاني أن يكون العبد مفلسا مفلس ليه ده أنا بصلي آه ممكن تبقى مفلس ده أنا بصوم ده أنا بتصدق ممكن تبقى مفلس ليه اللسان اللسان خلات مفلس ليه إلا حصل النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة أتدرون من المفلس قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع صح ما الشيحنا لو سؤلنا السؤال ده أن جاء وكذا قال لا ماهج ده ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ما حقول ده مفلس آه عمل إي رسول الله قال ولكنه جاء وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا إلي يحصل يا رسول الله معتش فلوس بقى فيأخذ وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئتهم ثم طرح في النار معقول بعد العبادة دي آه لكنه جاء مفلسا الأمر الثالث أن يمتن على الله سبحانه وتعالى بالعمل يعمل العمل ويقول ما كفاية أن أنا بصلي ما قطر خير أن أنا بصوم هذه الأقوال إنما ترد العمل على صاحبها إذلك لما امتن الأعراب أنهم آمنوا ماذا قال الله تعالى قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين لما النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في جلسة مع الصحابة وكان في مكان مكان واحد كده ما بين اتنين فدخل ثلاثة نفر الأول لقى المكان أم قاعد الثاني تحرج أم قاعد وراهم بشوي الثالث بص كده أم ماشي فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر أقول لكم الثلاثة اللي دخلوا دول حلهم إيه شأنهم إيه قالوا بلى يا رسول الله قال أما الأول اللي لقى مكان فقاعد فآوى إلى الله فآواه الله يعني من آوى إلى الله آواه الله أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله وأما الثاني اللي أعد وراهم فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث اللي بصه ومشه ده فأعرض فأعرض الله تعالى عنه فنحن نريد أن نكون ممن يأوون إلى الله سبحانه وتعالى وممن يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى فهو الكريم إلى من أذهب وهو الرحيم والرحمن سبحانه وتعالى كثير من الشعب ضلوا الطريقة إلى الله تبارك وتعالى فكيف يصحون هذا المسار لابد يا دكتور أول حاجة أن أحدد خطة خطة عمل النهاردة لو جاي أعمل مشروع هعمل إيه هعمل خطة هعمل حيثيات هعمل مبادئ هعمل شروط أنا النهاردة وإحنا داخلينا هنا على أيام جديدة بدنا نعمل خطة أعمل خطة أول حاجة أعمل إيه في الخطة دي الخطة دي لازم تكون يومية يومية نعمل إيه تحافظ على الصلاة في جماعة يعني الصلاة دي هتفيدني ده هي الحصن الحصيني اللي هيمنعك من كل حاجة أول ما يحسب على هي لعبت نعم ودي اللي هتخليك تمشي في الدنيا كويس طالما أنت بتصلي هتمشي في الدنيا كويس أول حاجة يحافظ على الصلاة في جماعة تاني حاجة أن يختار رفقة صالحة لذلك نحن نشدد على هذا الأمر وهذا ننصح به وكانت العرب تقول كل من تصاحب أخبرك من أنت والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا وأفعل الطريق ملك في صورة بشرة يختبر الراجل فقال إلى أين تريد قال أزور أخا لي في الله قال هل لو من نعمة تربها عليه لك عنده مصلحة قال لا غير أني أحبه في الله قال فإني رسول الله إليك أن الله تعالى أحبك بحبك إيا إن القرينة للمقارنة ينتسب نعم فلذلك نحن نقول له اختر صاحبا يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى حافظ على الصلاة في جماعة سم ولو يوما يوم يوم في الشهر ما نش قادر تصدق ولو بالقليل قوم الليلة ولو ركعة أنت بعض الشباب يجي نقول له نقول له قيم الليل فيفكر أنه قيم الليل ده شيء كبير هو ما يقدر لهش لا أنت صلي بعد العشاء ركعة ركعة لا تأخذ دقائق تعد ممن قاموا هذه الليلة عاوزيني يبقى قيمة الشكات يعني من نقول له مثلا صوموا حتى لو يوم واحد في السنة من نقول له قيم حتى ولو ركعتين كل يوم عاوزيني يبقى لهم الأجر قيمة الشكات ده من صام يومه في سبيل الله بعد الله عز وجهه عن نار بهذا اليوم سبعين خريفا نعم فلذلك هو لو علم هذه الأجور لهانت عليه هذه الأعمال لذلك نحن نسرد له بعض هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لا تان يا رسول الله تان يستنى مش متخيل الموضوع ده تان إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها شك على الله ده المين دي يا رسول الله قال سهل سهل دي لمن أطعم الطعام وعلان الكلام وصلى بالليل والناس نيام ياخد الغرف دي يا رسول الله ياخد كل الحاجات دي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت شوف الرحمة أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بالذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ده مسيد الاستغفار اللي يقوله إيه اللي يحصل ربنا يغفر له النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقوله مثل ما يقول قول زي المؤذن بس ما يجي يقول حيا على الصلاة وحيا على الفلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله خلاص ثم سلوا الله لي الوسيلة إيه الوسيلة دي يا رسول الله قال منزلة في الجنة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عبادي اللي هي بتاعت واحد بس وأرجو أن أكون أنا هو أنت يا رسول الله وأرجو أن أكون أنا هو خلاص نعم فمن سأل لي الوسيلة بصدق حلت له شفاعتي تمام أنت متخيل يقول إيه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة نعم قولها الصلاة عليه وسلم نعم والصلاة عليه وسلم في البداية قاتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد بس إيه اللي يحصل تحل لي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم انت متخيل يا دكتور أنت متخيل العمل قليل وهذا الأجر العظيم الكبير أنت متخيل أجر بر الوالدين لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة دخلت الجنة نعم هو دخل الجنة صلى الله عليه وسلم في المنام وفي يوم كان يصلي صلاة الكسوف فتقدم ومد يده ثم رجع فلما انتهت الصلاة الصحابة يقول له ما لك يا رسول الله قال رأيت عنقودا من الجنة فجئت لأتناوله فرفع مني فوالله لو تناولته لو خدته لأكلتم منهما بقيت الدنيا ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج تمام فالنبس عليه وسلم يقول لأ عائشة دخلت الجنة وبعدين يا رسول الله قال سمعت صوت قارئ إن يقرأ القرآن في الجنة تمتخيل كمة النعيم فقلت من من ده فقالوا حارثة ابن النعمان النبس عليه وسلم يقول لأ عائشة بيقول لأ عائشة كذلكم البر كذلكم البر كذلكم البر وكان حارثة أبر الناس بأمه قويس بن عامر القرني قويس بن عامر النبس عليه وسلم ما شفوش تمتخيل ومع ذلك النبس عليه وسلم قال للصحابة يقدم عليكم قويس بن عامر مع أمدد من أهل اليمن من قبلة قرن النبس عليه وسلم ما شفوش صلى الله عليه وسلم هيجيلكم مع ناس جاي من اليمن اللي يشوفه يخليه دعيله فإنه مستجاب الدعاء نعم والنبس عليه وسلم الدوم علامات تمام كان عنده برس في جلده فبرئ منه إلا موضع درهم له أم هو بهبر اللي يشوفه يدعيل يجي زمن أبو بكر الصديق يخرج يسأل عليه ما شفوش يجي زمن عمر كل ما يلاقي فوق جاي من اليمن يخرج يسأل عليه لحد ما لقى فوج أفيكم وعيس بن عامر قال له ها أنا ذا يا أمير المؤمنين قال له تبتعال ادعوا الله لي ليه الخبر قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا قال اكتم عني يا أمير المؤمنين أنت أحق بذلك تمتخيل أجر بر الوالدين بقى دعوة مستجابة بقى حالة طيبة أدرك زمن النبي عليه السلام هو ما منعه من صحبة النبي إلا بره بأمه نعم فكيفاء الله عزيزيز من جنس عمي يشوفه أخبر عنه السلام فقال إنه هو متجاب الدعوة نعم نعم فأي نحن بروا دعوة أيضا كريم ربما في الحلقة شرت لنقطة فغاية أرهمية اللي كتير من الناس لأسف جعلوا فصل النوم والطعام في حزب نعم الناس ممكن يناموا ليلة كلها ولا يقيموا ليلة أصل ولا يقوموا ليل بل ولا يوصل الفجر في جمع نعم وهذا أمر مشاهد وكلنا نعم يا دكتور وكلنا لإخواننا أن قيام الليل بركعة نعم بركعة بعد العشاء في دقائق والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل نعم فإنه دأب الصالحين قبلكم نعم وقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم والمعاصي ومطردة للداء عن الجسد معقول إننا مصل ركعف دقائق يحصل كل ده آه بل ويقذف ربنا على وجهك نورا يقول الحسن البصري ما بالنا نرى أحسن الناس وجوها هم من يقومون اللي قال أولئك قوم خلوا بربهم فأول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره على وجههم وفي قلوبهم ترى كلامه مكبولا ترى وجهه مكبولا ياما الليل ده كان فريضة في بدء الأمر نعم كيه الناس ما يعرفش أنه كان فريضة ثم نسخ الحكم في أصلح سنة المؤكدة نعم يا أيها المززمل كوم الليلة كوم الليلة إلا قليل نصفه أو أمكس منه قليل أو زيد عليه ورطل القرآن ترتيله هذه مقومات الإنسان المسلم الذي يريد أن يسير على منهج الله سبحانه وتعالى وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم أوشك وقت حلقة عن الانتهاء فعوزين نقول للشباب وإحنا بنتكلم النهاردة على شيك على بياض وأعمال يسيرة لها أجور عظيمة تكفى الله عز وجل بتلكم الأجور عنده سبحانه وتعالى في علاه استمر نعم لكل شاب بدأ بتلكم الأعمال وخلاص أخذ عقد النية وصدقة مع الله تبارك وتعالى وهيبدأ بتلكم الأعمال السوكات أكوال أو أفعال بنقول له استمر نعم كلمة السر استمر نعم ليه بنقول لهم كلمة استمر لأنه آفعت الشباب في الانقطاع نعم يصلي ثم ينقطع يصوم ثم ينقطع لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته حتى لو قليل يعني أثبته يعني يداوم عليه وكان يحب الديمومة صلى الله عليه وسلم وكانت أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومها وإنقل أختم معك بموقف للصحابة هم يتأسون بكلامه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر فيقولوا أيها الناس اجلسوا وأنصتوا عدوا اسمعوا يعودوا يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يخلص ويخرج برة فيلاقي عبدالله بن مسعود جالس في حر الشمس النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابن مسعود ما أجلسك هاهنا فيقول له يا رسول الله هاهنا جاءني أمرك أن يجلسوا وأنصتوا فجلستوا أنصت فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود زادك الله طاعة إلى طاعة زادك الله طاعة إلى طاعة زادكم الله طاعة إلى طاعة ربنا في الشك كريم شرفتنا ونمرتنا ربنا فيه خبيكم بلاد والعباد لهم الوقت وانتهى بسرعة ولا أملك في نهاية هذا اللقاء الذي جعلناه تحت عنوان شيك على بيض إلا تقدم بخالص شكر شيخنا حبيل غالي الشيخ كريم عن نور شرفتنا شيخ كريم أصلا ننفع بكم أينما حالتهم حيث ما ارتحلتهم والشكر الموصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية وليكم أيضا أيها الشهدان الكرام لنتم في أمان ورعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اشتركوا في القناة